مرحبا بكم في نسرة أخبار الولايات عقد المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد لمين والمحمد لمين اجتماعا للنيابة العامة بقصر العدل في مدينة زويرات حضره نايب المدعي العام لدى محكمة الاستناف بنواذب الشيخ محمد محمود إلى جانب ضباط شرطة القضائية بولاياته الزمور وخلال الاجتماع أكد المدعي العام لدى المحكمة العليا أن زيارته تهدف لمعرفة مدى نجاعة تنفيذ سياسة الجنائية الوطنية وسير عمل النيابات العامة والضبطيات القضائية ومكاتب المساعدة القضائية والسجون مشددا في ذات الوقت على ضرورة تطبيق القانون بعيدا عن الضغوط والتأثيرات الاجتماعية والتحلي بالمهنية والدقة في تطبيق الاجراءات القانوية كما حث المدعي العام الحضور على تكثيف الجهود المحافظة على المكاسب التي تم تحقيقها خاصة في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان والاسترقاق وسائر جرائم التجار بالأشخاص منوها في ختام كلامه بضرورة توظيف التحسينات التي عرفها القطاع منذ العام 2019 وتوظيفها فيما يخدم المصلحة العامة أشرف والي العصابة صباح اليوم بمدينة كيفا على انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي